طبعاً الكلمتين دول محدش مستنيهم ولكن الناس كلها مستنيها هنتكلم عن مباراة الأهلي واسموحها ازاي هنقول ايه عن هذه المباراة قد يتصور البعض وكالعادة ان احنا في بعض المباريات اللي بنبقى فيها وحشين واللعبين بيكون بعيدين عن مستواهم من الممكن ان احنا نطلع ونتكلم بشكل فيه انتقاد كبير لللاعبين الحقيقة ما اراه على سوشال ميديا الآن من انتقاد كبير لمعظم اللاعبين الحقيقة فالناس كلها عارفة مين اللي بيلعب كويس والناس كلها عارفة مين اللي بيلعب وحش والناس كلها عارفة هل التغييرات اتأخرت هل بعض اللاعبين بعيدين عن مستواهم الناس كلها عارفة مش محتاجين ان احنا نتكلم في مثل هذه الامور ليه؟ لأننا الحقيقة مش لاقي أي عنوان أقوله عن مباراة النهاردة مش لاقيه يعني أنا قاعدت أدور على عنوان أقدر أتكلم فيه مش لاقي تعادل سلبي ومباراة مخنوقة من الناحة الفنية ليه؟ لأنه النادي الأهلي عندما يلعب أو عندما يلعب النادي الأهلي ضد نادي سموحة كل المباراة تتلعب بشكل مفتوح وأنا هنا حتكلم كلام فني بعيد تماما عن أي مبررات لأنه ما فيش مبررات أتا حقدر أتكلم فيها أو مبررات تخليني أو أنا مقتنع بيها الحقيقة فمش حقدر أتكلم في أي مبررات ولكن هتكلم بشكل فني من واقع المباراة من اللي أنا شفته كراجل يعني لعبت شوية كرة فأنا شايف إيه اللي حصل النهاردة لأنه النهاردة من المرات الأوليلة من المرات الأوليلة اللي بشوف فيها كابتن أحمد سامي المدير الفني نادي سموحة بيتخلى عن اسلوبه وطريقته يعني حتى الستوديوهات التحليلية اتفاجأت باللي حصل في المباراة خلالة 90 ديه يعني إيه؟ وأنا هنا ما بانتقتش كابتن أحمد سامي على فكرة يعني لكن أنا بقول أن الكابتن أحمد سامي غير من اسلوب لعبه غير من لعب أو من طريقة لعب نادي سموحة من اللعب بطريقة هجومية أو متوازنة أو لعب كرة حلوة وفتح الملعب وبتكون فيها جماعة رايحة جاية دي المباراة اللي بلعبها اسموحة أو كابتن أحمد سامي مع أي فريق لكن النهاردة حصل العكس تماما اللي تلعب خلينا أقولك إن إحنا كنا باللعب أو كابتن أحمد سامي كان بلعب بطريقة مثلا زي مين؟ طرق شمال أفريقيا مثلا اللي هو بعتمد على أن أنا بقف على فكرة مش غلط أنا بقولش إن ده غلط ولكن هي مفاجأة للكل بقولكو زي أنا أنا أعب أتفرج على كل الإسرائيل التحليلية عشان أشوفه في الكلام اللي بيتقال إيه الصحة وإيه الغلط من وجهة نظر البعض الكل فوج بهذا الشكل أو بشكل اسموحة الدفاعي البحث خصوصا في الخمسة وثلاثين أو الاربعين دي لدرجة إن كولر لما جي يتكلم في المؤتمر الصحفي ورهي لحضراتكم كمان شوية لدرجة إن لما كولر جي يتكلم قال إيه؟ قال أنا أول مرة شوف فرقة بتدفع بعشر لعيبة أو بتسع لعيبة أوكي لكن الحقيقة لا الحقيقة إن فيه فرق كتير بتدفع بعشر لعيبة في الدول المصري سبعين تمانين تسعين في المائة من الفرق اللي بتلعب ضد النادي الأهل بتلعب بهذا الشكل اللي احنا شفناه النهاردة ولكن هي المفاجأة كانت إن سموحة لعب بشكل مغايد إنت الشوت التاني تحديدا لو سبنا الشوت الأول شوية فريق سموحة بالكامل داخل منطقة جزاؤه ما خرجش منها إلا بمحاولات لهجمات مرتدة لم تكتمل تقريبا إلا مرة واحدة اللي هي الفاول بتاعت رمي ربيعة على ما أتذكر لكن تسعين دقيقة تقريبا تكتل دفاعي كبير جدا لنادي سموح والهجوم من كل الجوانب للنادي الأهلي لكن برضو خلينا أقول لحضرتك إن هذا الهجوم عايز حد يقول لي أربع فرص أو ثلاث فرص محققة للنادي الأهلي في هذه المباراة ما لقناش فبالتالي إحنا عندنا مشكلة دلوقتي لازم كولر يأخذ باله من هذا الأمر إن إحنا عندنا مشكلة لما بنقابل فرقة بتقفل علينا بشكل كبير ما رحنا يعني أنا عمال أفتيكر في التسعين دقيقة أو الخمسة وتسعين دقيقة اللي تلعبوا هجمات تعد هجمات خطيرة تعد فرصة حقيقية للنادي الأهلي ولكن ما شفتش فحتى لما تيجي تتفرج على نهاية المباراة وهاتلي يا سامير للنشيوت الثاني أحسن لما تيجي تتفرج على نهاية المباراة زحمة كبيرة أنا بصراحة ما بحبش المتشاط دي يعني أنا ما بحبش الفرق اللي بتقعد تلعب قدامك تبقى وقفة عشرين واحد وراء مش عشرين هما حداشر جون وعشرة فيعني الحداشر واحد وقفين وراء جماعة يعني ده حتى الرأس حربة فادي فريد والأحسام حسن بينزل غايد تقريبا تحت نص تحت الدايرة بتاعت نص الملعب كمان يعني بينزل تحت الدايرة دي كمان أقف أقف لو سمحت أقف 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 فين فعت أقف أقف اتنين أربعة ستة تمانية تسعة وجون عشرة كمل بس أنا عايز شوف الرأس حربة فين كمل فيه حتة سنة كده كمان ولا مفيش مش هيجيب لي الرأس حربة فين لكن لو جاب لي كدر واسع شوية لو جادر آه ممكن من هنا أقف بقى كده يا سميل لو سمحت حسام حسن أعتقد اللي واقف قدام ده الواحده والعشر لعيبهم وراء يعني بص حسام حسن واقف فين بينه وبين هاني سليمان أو بينه وبين التمنتاشر دول كام عشرة ياردة خمسشار ياردة عشرة ياردة تقريبا أو خمسشار ياردة إذن سموحة بلعب في تلاتين ياردة كمل اللعبة كملها كملها سموحة بلعب مش غلط أنا ما بقولش إن ده غلط ولكن هي ليست طريقة لعب سموحة اللي احنا كنا منشوفها لفترة بس أقف هنا الاتنين أربعة ستة تمانية تسعة تسعة أزرق أهم زي ما حضراتكم شايفين وحارس المرمى هاني سليمان عشرة وحسام حسن اللي أقولت لكم إن هو نازل تحت الكرة فيعني اللي بقوله لحضرتك إنه زحمة كبيرة جدا قدام أي لعب من لعبة النادي الأهل برضو يعني عشان نبقى منصفين وده أدى إلى النتيجة السلبية اللي احنا شفناها النهاردة وفق الدان نقطتين نقطتين ورا نقطتين هتخلينا أو هتخلي جمهور نادي الأهل يقلق اللي هو بالفعل الآن وجمهور الأهل مش الآن من المباراة دي لأنه أنت تقريبا نسب استحوازك في هذه المباراة كبيرة جدا ولكن وجمهور الأهل وأنا هنا هتكلم بمنتهى الصراحة جمهور الأهل الآن إن إحنا آه مسكين الكرة زي ما حضراتكم شايفين كده طول الوقت يعني لو غمضت عينك وفتحتها هتلاقيها مع النادي الأهل يعني كلها مع النادي الأهل كل طول الوقت تقريبا مع النادي الأهل خصوصا الشوت الثاني ولكن إحنا جبنا كم فرصة حقيقية في هذه المباراة كريم بيجتهد جدا في هذا المكان وصلاح محسن بيجتهد جدا وإمام عشور كل ناس بتجتهد وكل ناس تعبالوا مموتة نفسها وقفشة وإحسان الشحات وكل الناس آه يعني يمكن هذه الكرة الوحيدة وقفشة قدامه اتنين ثلاثة حيعملها إيه ما لازم يعملها كده فالأنا أقصد أقول لحضرتك إن عدد كبير من اللاعبين وده ليس مبرر ولكن أنا بشرح طريقة لعب بشكل فني مرة تانية وكرة تانية عشر لعيبة هم اتنين أربعة ستة تمانية معلش إرجع بيها سنة دي سامير ووقفها الحتة دي برضو دي كرة تانية على فكر في الدقيقة كم؟ بصوا حضرتك في الدقيقة كم؟ كم دي؟ سبعة وخمسين أهو إحنا طول المباراة بهذا الشكل مرة أخرى هذا ليس مبرر ولكن أنا بوري لحضرتك نواحي فنية جوه المباراة كان ممكن إن إحنا نكتر أكتر شوية من الكرات العرضية زي ما هو عمل في آخر المباراة كولر ونزل زعلوك بقى عندنا اتنين رأس حربة يعني فيه كرة في آخر المباراة لو جبتها لي يا سامير لو سمحت فيه خمسة ستة لعيبة من الأهل وقفين بالعرض وده كويس جدا ولكن كنا محتاجين كرات عرضية أكتر من اللي اتعملت في هذه المباراة وبالتالي فيه حاجات لازم ناخد بالنا منها فيه حاجات الفترة اللي جاي كل الفرقة هتلعبك بهذا خلاص يعني دلوقتي أصبح فرقتين بس اللي ما بيلعبوش ضدك بهذا الشكل يمكن الزمالك والبيرامدز يعني والمصري لما فتح قدامك شفت حضرتك هات النتيجة عاملة زي أربعة سفر ونفس النتيجة لما سموحة أنا برضو ما بديش مبرر لكن أنا بقول أو بنتقد أذاء أحمد سامي كابتال أحمد سامي ولكن أنا بوري حضرتك اللي بيحصل أهو يعني بصوا حضرتك الكرة دي احنا هنا في الديقة 95 واحد اتنين تلاتة اربعة واثنين معهم الكرة دي ستة لعيبة برا واثنين وقفين وراهم اللي تمانية هعمل ايه ما هو أنا لازم اعمل كده لأنه مين اللي ما بيلعبشك غيرك ضدك كده هو ما فيش غير بيرامدز وشوية الزمالك وبيرامدز يعني وشوية فيوتر أو المصري لو حاول أو يعني بيقولون الإسماعيلي بيقولون يعني حتى الإسماعيلي برضو لكن هل ده معناه أن ده مبرر لللي بيحصل أو مبرر للشكل اللي احنا ظهرنا به أو مبرر لعدم ظهور الناحية الهجومية بهذا الشكل لا طبعا لا ولكن ناس بتدافع بالفرقة كلها واطلع بنقطة وخلاص اسمك عطلت النادي الأهلي وخدت منه نقطتين وكسبت انت نقطة أنا بقول اللي أنا شفته على العرض الملعب بالمناسبة ما عنديش من وجهة ناصري ما عنديش حلول منطقية إلا ما عرفه في مثل هذه المباريات تيحصل إيه كرة تتلعب للأطراف ويلعبوا كرات بالعرض وناس تشوت من بره كرة القدم يعني أو طبعا أحسب من كده بكتير يعني في ناس كولر دماغه طبعا أفضل مني مليون مرة ولكن اللي بقوله إنه هو ده اللي تعلمناه في كرة القدم أول ما تلاقي تكتل والدنيا وقفة ومقفولة اعمل أفرات بالعرض ويلعب باتنين رأس حربة طوال بصلاح محسن بينط كويس وزعلوك رجل يعني جسمه كويس وبيلعب بدماغه بشكل جيد ففكر كده كولر إنه يلعب كرة عرضية أكتر أو بشكل أكبر والتزديد من خارج منطقة الجزاء أنا كنت أتخيل إن عمر السلية لو لعب عشر دقائق ما يلعبش أكتر من كده عمر في مباراة زي دي ممكن يشط له شوطة كويسة وإن برد تيجي جون إمام عشور كان لازم يزود في الشوط شوية قفش قبل ما يطلع كان يعني شط واحدة كويسة جدا في الشوط الأولاني هي دي الحلول اللي احنا بنتكلم فيها لكن لما فرق تلعب ضدك بهذا الشكل فممكن جدا تخرج متعادل